المجهود الحربي هو المصطلح الحديث لكلمة الخراج الذي كان الأئمة ينهبون به أموال اليمنيين واليوم طورت طغاة الجدد وسائل وطرق نهب الشعب حيث تتخذ مليشيات الحوث الكهنوتية كل السبل والطرق المتاحة والممكنة للوصول إلى أملاك الناس ونهبها لتوظيفها في قايات عسكرية ضمن معركتها العباثية لإهلاك اليمنيين المليشيات الإرهابية تفرض الإتاوات المالية باسم المجهود الحربي على كل الناس وخاصة التجار بصورة دورية إلزامية علاوة على فرض الضرائب والجمالك الباهضة في منافذ متعددة عملية نهب منظم تديرها مليشيات الحوثي في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها لجني المال بشتى الطرق من التجار ورجال المال والأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة أما عموم الشعب فتتخذ المليشيات من الجانب الديني وسيلة لنهب أموالهم دون امرعات لظروفهم الصعبة ذلك أنها تتفنن في ترغيبهم وترهيبهم بعدة طرق بما فيها استخدام العنصر النسائي أو ما يسمى الزينبيات التي ينظمنا فعاليات لسلب الأموال ووفقا لمصادر محلية فلا يستطيع أحد من السكان الخاضعين لسيطرة المليشيات الكهنوتية الرفض الخضوات التي تتخذها خصوصا وأن الجماعة تلجأ إلى الانتقام ممن يقفون في طريقها لمعاقبتهم من جهة وترويع الآخرين من جهة أخرى ناهيك عن امتلاكها لمخزون هائل من التهم الأمر الذي يجعل الجميع مرغمين على دفع المال لها ومن لا يملك المال ليفتدي أهله ونفسه فهو مضطر للقتال معها وفي الوقت الذي يقاتل اليمنيون للبحث عن لقمة العيش يترصد مشرفي المليشيات لمصادرة أرزاق الشعب في كل فرصة يجدون فيها شيئا من المال لتسيير حياتهم فحتى المولد النبوي الشريف بات وسيلة لنهب اليمنيين اشتركوا في القناة